بعد إعلان وزارة الدفاع الروسية على لسان متحدث باسمها اللواء إيغور كوناشينكوف عن تعرض 46 شخصاً لإصابات كيميائية جراء الهجوم الكيميائي على أحياء الخالدية وشارع النيل وجمعية الزهراء في مدينة حلب قال كوناشينكوف بأن مقاتلاتهم قامت بتصفية المسلحين الذين قصفوا مدينة حلب بالمواد الكيميائية وفي تصريح صحفي قال كوناشينكوف إن الاستخبارات التابعة للقوات الروسية الموجودة في سوريا رصدت في المنطقة منزوعة السلاح في محافظة إدلب المرابض التي أطلق المسلحون المقذوفات منها لاستهداف المدنيين في مدينة حلب فضلاً عن رصد دلائل على تحضير المسلحين لتكرار الهجوم الكيميائي انطلاقاً من إدلب مؤكداً في الوقت نفسه أن الطائرات الحربية الروسية استهدفت مواقع الإرهابيين التي انطلقت منها الذخائر المحشوة بالمواد الكيميائية على مدينة حلب مشيراً بأن الجانب الروسي أبلغ تركيا مسبقاً عبر الخط الساخن بتلك الغارات وعلى صعيد المتصل قالت المتحدث الرسمي باسم الخارجية روسية ماريا زخاروفا بأن قصف مدينة حلب الذي ينفذه الإرهابيون والمسلحون في المناطق الخاضعة لسيطراتهم هو محاولة لإفشال جهود التهديئة في سوريا ويتطلب إدانة غير مشروطة من المجتمع الدولي لا سيما وأن الأمر يتعلق باستخدام الكلور في الهجوم ووفقاً للبيانات الأولية تؤكد موسكو أن أعراض تسمم عند الضحايا تثبت أن القذائف الصحيات التي أطلقت على أحياء سكنية في حلب تحتوي على مادة الكلور من جهته أعرب الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون عن أمله في أن يتاح لمنظمة حضر الأسلحة الكيميائية كشف جميع المعلومات عن أنباء استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا وتحديد هوية مرتكبي جريمة حيث قال ماكرون خلال قمة في بروكسل إن فرنسا تدين أي استخدام للأسلحة الكيميائية وتأمل في أن يقوم من نشر المعلومات عن استخدامها بنقلها إلى الوكالة الدولية في لاهاي للتأكد من أن الأسلحة الكيميائية استخدمت بالفعل وللتأكد من العثور على الجنات ترجمة نانسي قنقر